فيه مدحف صالة متاحف بتبيع وتشتري اثار في لندن في بريطانيا صالة المزادات فيه جماعة مدحف في اسرائيل طلع مجموعة من التحف كان الاسلامي في القدس يعني طلعها تتبع فيه صالة المزادات في لندن حصل انه اعتراض كبير جدا على انه التحف دي مش ملككم ده تحف اسلامية يعني اليهود بيبيعوا تحف اسلامية ازاي حصل خلاف جبير جدا وصلت المزادات قالت التحف هنبيعها والحكومة الاسرائيلية قالت لا ما تتبعش فحصل خلاف كبير جدا بين صلت المزادات وبين الجهة اللي مصدرة التحف وبين الموضوع بقى فيه لغة شديد جدا ده موضوع ما همناش على فكرة لكنها ارس الاسرائيلية هي اللي نشرت الموضوع قالوا ايه قالوا لكن ظهر في المشهد رجل حاول ان يحل هذه المشكلة انتو عارفين في بلادنا في الفلاحين لما بيبيع فيه خلاف يطلع ييجي العمدة كده ولا ييجي حد سري يخش يقول انا اتحمل الموضوع مين اللي دخل وقال انا اتحمل الموضوع وادفع الغرامة لصالت المزادات وترجع الاسار مش لصحابها لحق القيين في ايران وفي كذا وفي مصر وغير ولا لا ولا في السعودية ولا ما عرفش انتبع الدول اللي فيها الاسرائيل هي اسرائيل اسلامية في القدس ترجع اسرائيل تاني مين هم مؤسسة اسم هي المؤسسة يا اولاد مؤسسة حمد الخيرية دي مؤسسة مملوكة لقطر قامت اهو دي قدامكم الموضوع اهو قطر دفعت الغرامة نيابة عن اسرائيل لحل مشكلة الاثار الاسلامية اللي كانت بتهدف احدى الشركات الاسرائيلية بيعها في صالت المزادات او عرضها في صالت المزادات في لندن حل للمشكلة دخلت قطر ودفعت الفلوس مش عشان تاخد الاثار عشان ترجع الاثار الى اسرائيل مرة اخرى ده خبر انا مليش تعليق عليه ده خبر منشور النهاردة في صحيفة قدام حضرتكم فوق ها ارس الاسرائيلية قربها ياوليد عشان الناس تشوفها بس اشتركوا في القناة